لماذا تأخر تحرير الفلوجة؟ وما هي أبرز الأحداث التي عشتموها في عمليات تحرير الفلوجة؟ طبعاً معركة الفلوجة يعني معركة واحد يعتز بيها كتاريخ ليش؟ لأنه معركة الفلوجة الفلوجة مدينة عراقية وأهلها ناس قرام عزاء يعني لكنه الأرهابين لما دخلوا إلى الفلوجة في عام 2004 وصارت معركة الفلوجة الأولى والثانية فصارت بها فد أحداث دامية يعني فكان رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي أنه نحرر الفلوجة وبعدها نذهب إلى الموصل طبعاً بعد ما تحررت صلاح الدين ورمادي النقطة الشروع كانت الفلوجة؟ الفلوجة تبقى الفلوجة والموصل يعني أي يعني أنتم من الفلوجة تنفذون إلى صلاح الدين للأنبار؟ لا صلاح الدين محررة محررة هم أجيك على قصة صلاح الدين خليني بالفلوجة فدز عليه قال لي أنت تصير قائد عمليات تحرير الفلوجة قطعات جهاز مكافعة الأرهاب يعني ويا قيادة العمليات المشتركة ويا الأخ فريق رقنا عبد الأمير يا رالله الأخ رئيس الأركاني الحالي هو كان نائب بالمشتركة أنه نوضع الخطة لتحرير الفلوجة جيد فبعدين صارت نقاشات أنه التحالف الدولي كانت عدم وجهة نظر تختلف قالوا الفلوجة صعبة وإحنا قاتلنا بيها أكثر من مرة ما حققنا ذيك النتاج المطلوبة فإحنا عدنا مقترح أنه تركوا الفلوجة خروح للموصل حرر الموصل وبعدين نرجع للفلوجة لأنه تحتاج هذا ناقشوه معك بسفتك أنا ورئيس وزراء قاعدين سيد حيدر العباد أي أنا فصار الكلام أنه رئيس وزراء قال لها قلت لها الفلوجة نحررها إن شاء الله بشهر بشهر؟ بشهر وما ننطي خسائر اللي هما يقولون خسائر 30% أنا أقول لك ياها الخسائر ما راح ننطي أكثر من 1 أو 2% لكنه إحنا بس موضوع موضوع الإسناد الجوي الريدة حسب قواعد الاشتباك مالتنا مو حسب قواعد الاشتباك الأمريكان اشتفرق يعني هو طبعا كل جيش يلي قواعد الاشتباك لكنه قد هناك بعض الأمور مشتركة يعني الأمريكان حتى لو يشوف رهابي وشايل اسلاح داخل مدرسة ما يضرب المدرسة ما يضرب أو إذا كان مثلا بجامع ما يضرب جامع أو بمستشفى أو إذا كان يمشيوا إيا أطفال مثلا يعني هذا يقول لك هاي قواعد الاشتباك أنا ما مسموح لي أعالج أي لكنه إحنا قواعد الاشتباك ممكن أنه إحنا بلدنا ونعرف يعني بالجامع إحنا نعرف بالجامع من اللي مو أنا هنا أردى شكل اعتراضي إذا كان قصف ملجأة العامرية ياهو أمي بقواعد الاشتباك يعني هسا بغض النظر يعني لا مو للتاريخ أنا ما أردى حملك المسؤولية إيه لا أعطيه اللي ضرب ملجأة العامرية وكتل بي العوائل منه غير الأمريكان مهم رتوها بقواعد الاشتباك مالتكم إيه وأنا هاي النقطة ليش أسجل اعتراضي عليها على قولة ربع النبي العمار يردونها بيضة يسوونها بيضة يردونها السودة يسوونها السودة يعني كم من سياح تلقات إيه فقالوا شون الصيغة قلت لهم هنطيكم الحداثي إيه وعالجوا ليها وأنا أتحمل مسؤوليتها إذا كان بيها يعني تجاوز على حقوق إنسانه وتجاوز علىه لكنه إذا نضربت غير إحداثية أنت المسؤول أنا ما المسؤول عنها أنا نطيك الإحداثية وأنا أتحمل المسؤولية وبالفعل يعني حتى في أحد المواقف دخلوا ورهابيين بجامع اللي أستذكر اسمه جامع الأنبياء بالفلوجة طبعا فلوجة تدري يعني بين بين جامع وجامع جامع أي يعني هي أمو جامع أي فمن المهم نضربه وشي اسمه وحتى صورناها كان 17 أرهابي موجودين داخل الجامع على ذمته حتى الله يرضى أكيد يعني لأنه لأن هذا قاتل أي فالحمد لله وشكري يعني الفلوجة خلصت شهر وتحررت الفلوجة لأنه الفلوجة كانت تدري يعني من دخلنا يم المستشفى الفلوجة أكو فرع يعني شونا نقول شارع يعني حي الضباط تقريبا بحدود 16 أو 12 بيت ما أخذينها مستولين عليها كلهم سوينها معامل تفخيخ فشكوا سيارة كانت مفخخة سواء بالبصرة أو بالعمارة أو بشسمة هي تطلع من الفلوجة هي تطلع من الفلوجة ترجمة نانسي قراءی